لو سهلة في برج الجدي، برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق لأنه مستقيم بيحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان شخص عنيد جدا جدا في الحق، يعني لو كان مش هو طرف المشكلة، لو كان في صديق لقله في مشكلة، وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق، بيحب حتى لو كان يعرض حاله للخطر فهو بيحب أنه دائما الحق هو اللي يفوز والاستقامة، والعدالة تاخد مجراها في جميع المجالات، وهذا الاشي متعبه كثير لبرج الجدي، خاصة للشباب، شاب برج الجدي، كثير بدي الأمور تكون مية بالمية، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير، فيه تمانين بالمية، فيه سبعين بالمية، كان يتحقق من الأشي اللي إحنا بدنا يا باك مية بالمية شي مستحيل يعني، خذوها من حدا مجرب، تمانين بالمية حلوين، تسعين بالمية حلوين، فإحنا ليش عم نرقد وراء المية بالمية، ونكون كثير طماعين، برج الجدي، ثلاث أشهر كثير حلوين، كثير رائعين، على فكر الفترة الجاي، كلها لنهاية الصنع، يعني بالنسبة لبرج الجدي، يا جماعة مش بس ثلاث أشهر، الست أشهر أو الخمس أشهر الجايين رائعين، فيه قبل الفترة كان فيه خوف كبير، مخوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو قلينا نحكي نصف انتصار، ولي حيكمله بالأشهر الجاية، كان فيه عنده بالشغل شبه مؤامرة، أكتر من شخص، كان فيه غدر، كان فيه خيانة بالشغل، من الشريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، هو مش شخص واحد أكتر من شخص، عفوان، فبنلاقيه لبرج الجدي انه تحمل كتير كتير، وهاي من صفاته الحلوة الرائعة، برج الجدي انه بتحمل كتير، بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق، مش من الناس المتسرعين اللي بدهم متهورين، أو، 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 لا، هو ثابت جداً، على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت، لما يختار شريكه، بدي يكون هذا الشريك مئة بالمئة ممتاز، صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا اشي يعني which is good، بس، مش دائماً هذا الاشي بتحقق معنا، فلما ما يتحقق اللي إحنا بدنا ياه، أو يتحقق أقل من اللي إحنا بدنا ياه، ما نزعل، ما ننكد على حاله، برج الجدي بيحب ينكد على حاله طول الوقت، دائماً بتطلع على الأشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الأشياء اللي كسبها، فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي ضغوطات كبيرة كانت عليه، من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم عبداً في الصحة، من ناحية العاطفة، كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس، متل ما هم بتعاطوا معه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى، هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما نعطيهم أكبر من قيمتهم، إنتك أربعة، أنا بعطيك أربعة، ما بعطيك عشرة، فالأفضل والأحسن لبرج الجدي، رائعة جداً، كنت متنكد أول الأشهر، مع إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها المية بالمية اللي قلنا عنها، فيه كان ما بعرف، فيه كتير علاقات عاطفية، بين عندي برج الجدي كان في عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات تقلصت، يعني كانوا ما بعرف، خلينا نحكي، كانوا خمسة صاروا أربعة، صاروا ثلاثة، مع الوقت عم بيقلوا، بس هذا الأشي اللي صارحك، لأن الشخص الأخير هو نصك ثاني هو اللي إنت حتكمل معه، لكن برج الجدي بتأخر كتير بالزواج، للعزاب أنا بقولكم إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية، سبعين بالمية من اللي أنا بديه، إتسوكي خلاص، يعني أنا بكمل في هذا الموضوع، هدول التمانين بالمية بصيروا تسعين بالمية، بصيروا مية بالمية مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص، خلاص أنا ما بدي أكمل معاك، ما أشتر برج الجدي في يعني أنو يكنسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه، هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبداً لا أوكي ولا مش أوكي لحدية ما تدرس الشخص، وتوافق على أنك تكمل مع بقية طريقك، يعني أن يكون رفيقك في الحياة، شهر، خلنا نحكي شهر، من شهر سبعة لشهر تسعة، حيكون فيه يعني حيكون فيه قرار مصيري، حيكون فيه زواج، لكن زواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل والزواج، وكأنه إذا أنت كنت بنت، حتتتسوجي شخص وتسافر إلي عنده، أو العكس، ما بعرف، بس فيه يعني اختلاف بالمنطقة مع الزواج، يعني الزواج ما رح يكون في نفس المكان، رح يكون بالبلد أجنبي أو بالبلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها، الطرف الآخر أو أنت عم تشتغل فيها، لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كل ياتها اللي مبين قدامي إنها خيارات حلوة، رح يكون في سعادة كبيرة بالطريق، يمكن يكون نهاية شهر، يمكنك أن يكون حلوة اتناعة، عندك خلاص تكون تزوجت والله أعلم، رح تبدلج كبير بالأولاد، والأمور، يعني الأحلام رح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور، حلم بدك الحلم الثاني الحلم الثالث يعني انه الامور كتير يعني تمام هاي الفترة والفترة الجاي رغما عن انه الفترة الماضية كان فيه كتير المغدر لكن هدول الاشخاص اخدوا جزاهم ما عم بحكي انه رح ياخدوا جزاهم هم يعني اعتقد انه هم اخدوا جزاهم خلص ان كنت انت تعرف او ما تعرف هم لاقوا يعني العقاب تبعهم وانت طاير نحو احلامك وتفكيرك ايجابي بالفترة الجاي وهذا الاشي رح كتير يأثر عليك فيه سعادة كبيرة بالطريق لالك فيه تغيير هذا التغيير انت شاكك انه مش تمام او انا مش حابب اغير او هذا التغيير ايجا غصبا عني ما بعرف بالمكان بالسكن بمكان الشغل لكن هذا الاشي رح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لالك فما تتسرع الحكم بالامور يا برج الجدي وخفف من العناد شوي وخفف تقول يعني ما تكون تقيل كتير على الطرف التاني شوي تنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك انت عم بتكون صارم كتير معاهم واحيانا عم تظلم لا مش تظلم اشخاص لكن عم تكون كتير معاهم فبدك شوي تتأنع في الحكم على الاشخاص وكتير مبسوطة بهالكراء اللي بتجنن لبرج الجدي وكتلك لالكم شكرا شكرا شكرا